أخيراً القصة اللي عملة جدل مش في مصر بقى في العالم كله حوالين الأخ دونالد ترامب مين دونالد ترامب دونالد ترامب اللي صرته قدامكو على الشاشة هؤ واحده هو مح Space محروق كده ليه لمهم دونالد ترامب دا عضو في الحزب الجمهوري الامريكي كويس كويس دونالد ترامب مش بس عضو في الحزب الجمهوري الامريكي لا هو كمان مرشح نفسه عن الحزب الجمهوري لدخول سباق الرئاسة لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات القادمة كويس كويس اللي مش كويس بقى النلبي طلع زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو اللي قدامكو ده أول مبارح وقايل بعد الأحداث الإرهابية اللي شهدها العالم في الفترة اللي فاتت وبعد الحدثين الإرهابيين اللي شهدتهم أمريكا خلال الأسبوع اللي فات اللي هو إطلاق النار من بعض المسلحين وبتاع على مدنيين وأبرياء والحد هو اللي بيقول كده والحد ما نفهم المسلمين دول عايزين إيه يجب من وجهة نظره يجب منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وكمان ياريت ده هو اللي بيقول وياريت المسلمين اللي عايشين في أمريكا يتكلوا على الله من ساعة ما قالك المتين دول الأخ ترامب والدنيا مقلوبة عليه سواء في أمريكا أو في دول العالم النهاردة طلع بيان بيان من البيت الأبيض الأمريكي اللي هو مؤسسة الرئاسة في أمريكا وقالت أنه بعد تصريحات دونالد ترامب نعتقد أنه ليس من المناسب أن يصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يعني البيت الأبيض بيقول أنه يا أمريكان ما ترشحوش دونالد ترامب ده ليكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت دي أفكاره طبقا نصيبة لو بقى ده أهم رجل في العالم ورئيس لأكبر دولة في العالم ده موقف البيت الأبيض في بريطانيا في حملة شعبية ابتلت أول مبارح ابتلت أول مبارح بس كانت عشر تلاف عشرين ألف بتاع وصلت دلوقتي في اللحظة أنا بكلمكم فيها إلى متين ألف مشترك في الحملة دي هذه الحملة هدفها منع دونالد ترامب من دخول إنجلترا من دخول بريطانيا بيقول إذا كنت أنت مش عايز المسلمين يخشوا أمريكا إحنا اللي مش عايزينك تخش بريطانيا كمان في تطور أنا في رأيي أنه الأهم والأذكى رد الفعل الأذكى لأن إحنا طول الوقت كعرب متهمين أن إحنا ظاهرة صوتية حيطلع دونالد ترامب يقولك المتين دول دول عربية طلع تقولك أنت اللي ابن ستين في سبعين يد مش عايزين مش عارف إيه وكلام منك إنه نقف خمارة لكن دبي عملت النهاردة ولا كلمة لقالت بقى إنه مش عارف إيه وبتاع قالت لك دونالد ترامب ده قبل ما يكون مرشح وقبل ما يكون نائم في الحزب الجمهوري هو رجل أعمال كبير وعنده سلسلة محلات وسلسلة بيوت للديكور وآثاثه والمفروشاته وبتاعه بيوزع بضعته دي على مستوى العالم دبي من أكثر الدول التي تستورد الآثاث والديكور والمفروشات والمش عارف إيه من دول العالم كلها فدبي قررت النهاردة إنها توجع دونالد ترامب إنها تقرصه أرصى تجيب الدم قالت لك منع دخول أي منتج من منتجات الشركة التي يملكها دونالد ترامب إلى دبي نهائيا هو ده اللي بيوجع الناس دي الناس دي لا تفهم إلا لغة المال هو نائب وجامد وعمل مش عارف إيه عشان وراء مليارات بسبب شركته لما المليارات دي تتأثر هيرجع ويقول أنا آسف هيرجع ذليل ويقول أنا آسف يا مسلم العالم أرجوكم سامحوني عشان كده أنا بدعوه من خلال البرنامج إلى إن كل العرب والمسلمين في كل بقاع العالم أن يحذو حذو دبي في هذا القرار امنعوا منتجات دونالد ترامب من الدخول إلى بلادكم وإلى أسواقكم وإلى متاجركم ثم إلى منازلكم اقرصوه ووجعوه عشان يعرف إن الله حق إذا كان داعش إرهاب داعش إرهاب وإذا كان القعدة إرهاب إرهاب وإذا كان أنصار بيت المقدس إرهاب إرهاب لكن عشان تعرفوا إن الإرهاب لا علاقة له بدين أنا وعلى فمي أو بالفم الماليين بقول لكم إن دونالد ترامب عنصري وتمييزي وإرهابي أنا مسؤول عن هذا الكلام